مثال ثمانية أقرأ سؤال كما المشار إليه في هذا التفاعل يقول لك عندك 26 جرام من C2H2 تمام؟ ومعطيك الماس حقتها ومعطيك الثريتيكال ييلد حقت CO2 إنها قايل لك الثريتيكال ييلد حقتها 88 جرام بعدين طالبك البرسنت ييلد للرياكشن وزود على ذلك أو فوق كذا معطيك الثريتيكال ييلد 72.4 جرام لCO2 لاحظي معطيك الأكتشوال ييلد والثريتيكال ييلد وطالب مين؟ البرسنت ييلد البرسنت ييلد وش قانونها؟ الأكتشوال ييلد على الثريتيكال ييلد ضرب 100 بس خلاص تعويض مباشر تمسكين الأكتشوال ييلد اللي هي 72.4 مقسومة على الثريتيكال ييلد اللي هي 88 جرام تضربينها بمية وبيطلع لك 82.3 بس تعويض مباشر لكن لما يجيب لك نفس السؤال لكن ما عطاك الثريتيكال ييلد فترضي أن الثريتيكال ييلد غير موجودة وش بتسوين؟ يمديك توجدينها لأنهم يعطيك ماس حقة وحدة منهم نفس إكزامبل ستة أو سبعة أظن ستة نفس تحلينها بنفس الطريقة مثلا فوش بتسوين؟ لنفترض أنه طلبك البرسنت ييلد وما عطاك الثريتيكال ييلد كيف توجدين الثريتيكال ييلد؟ تبدين تسوين مقارنة بعدد المولات وتحتها مقارنة باللي واحد مجهول وواحد معلوم فهنا بمسك كذي بقول 2 مول من C2H2 هذا هي 2 مول من C2H2 مقابل 4 مول من CO2 طيب واروح عند اللي معطيني الماس حقتها اللي هي 26 جرام تحت ذي مقابل المجهولة اللي هي ماس حقت ذي بقول 26 جرام مقابل المجهولة طبعا أنا علي أساس أختار العناصر اش معنى ذي مقابل ذي؟ لأن ها هو معطيني جرامات ذي ويبي ثريتكال ييلد حقة CO2 بيكون طالبني ثريتكال ييلد حقة CO2 فطبيعي يكون معطيني شيء معلوم وحقة CO2 مجهولة لأن أنا مفروضة أطلعها طيب بعدين هل أسوي ضرب تبادلي؟ لا لأن هذه مولات واللي تحتها جرامات لو اللي فوق مولات ومولات خلاص أسوي ضرب تبادلي وأوجد الناتج لكن الحين أضطر أحول المولات اللي فوق إلى جرام كيف؟ حسب قانون الجرام الماس أقصد قانون الماس M عبارة عن N في M M M موجودة عندي عدد المولات 2 مول هنا وأربعة مول هنا لكن أحتاج أني أوجد M M اللي هي نفس المولار ماس هي نفسها الموليكول ميكولل موليكولل مدري شا اسم هذي الموليكولل ويت اخترعت لغة ثانية المهم هي اللي طلعونها من الجدول الدوري مثلا لو بوجد الموليكولل ويت حق ذي بروح عند O في الجدول الدوري O في الجدول الدوري وش رقمها 16 اللي هي كتلتها وعندي هنا ذرتين O فبقول 16 في 2 زائد C في الجدول الدوري رقمها أو كتلتها 12 وخلاص أجمعهم مع بعض طلع لي الوزن الجزيئي 44 جرام لكل مول اللي هو المولر ماس طيب الحين أروح أضربها في 4 أطبق القانون ذا اللي هي أرجع أضربها في عدد المولات يطلع 176 جرام خلاص أوجدت الماس حقدي 176 طيب نفس الشي أسويه مع CO2 ولا C2 H2 نفس الشي أحسب الوزن الجزيئي حقها بعدين أرجع أضربه في 2 وهذه بتكون الماس حقتها بتكون 52 52 جرام بعدين خلاص أوجدت الجرامات حقتها وأسوي ضرب تبادلي بالجرامات 52 مع المجهول يعني بتكون هي لي في المقام 176 ضرب 26 أوجد ناتجهم بيطلع 88 جرام أوجدت theoretical yield أقوم أقسم actual على theoretical ضرب 100 هذا في حال ما عطاك ثيرتك